إذن سياسات أخرى اقتصادية في القارة الأوروبية وأيضا للحلثاء في الغرب في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا هي التي كانت بشكل كبير مؤثرة في زيادة نسبة التضخم سيد لوكن أنتقل لك بذات النقطة هل انعكاسات ما جرى في عام 2022 منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا وصولا إلى ما هو عليه الوضع اليوم اقتصاديا عالميا سيكون لهذه الانعكاسات المذاق المر حتى مع دخول العام الجديد؟ حسنا لا أعرف أين هذه الأزمة أن لا نرى هذه الأزمة في روسيا نعم أن الاقتصاد الروسي لم يتأثر بالتضخم الموجود في العالم ربما واحد فقط 1.10% التي تأثرت لكن المشكلة في الصين ربما تكون متأثرة أكثر بالوضع السياع الصحي ولكن أقول أن روسيا تتأثر بما يره الخبراء وأيضا الخبراء الأوروبيين أنفسهم لأنهم يعكسون بعض المشاكل التي تخصهم ولكن بعض المشاكل تأتي بناء على قراراتهم الخطئة الذين يحاولون تجنب استخدام ما يطلق عليه الطاقة أو مسؤولات الطاقة الخاصة بهم وخاصة بطاقة نظيفة ونتج عن هذا أن لديهم مشكلة ولكن ما أقول أيضا العقوبات المفروضة على روسيا لا تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي بشكل أكبر لكن نقول أنها تمكنت روسيا من بيع نفطها لنسبة كبيرة لدول أخرى تطرح نقطة مهمة جدا متعلقة بتأثر اقتصادات الدول الغربية والدول حول العالم حتى الموضوع في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق تأثرت بفعل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية في أوكرانيا ما الأسباب التي جعلت روسيا لا تتأثر بهذا التغير الكبير ارتفاع في التضخم النقص في معدلات النمو هل السياسات الروسية هي السبب في ذلك؟ حسنا السبب أن الاقتصاد الروسي مستقرا إلى حد ما لا أقول أنه لم يأتأثر بشكل كثير من العقوبات ولكن أقول أيضا شهدت روسيا نوعا من الركود ولكن ليس بالحجم المتوقع حيث كنا متوقع في البداية في العام الماضي أن تكون نسبة الركود في روسيا قد يصل إلى 10% من الانتاج المحل الإجمالي لكن الآن ربما هو من واحد إلى فاصل ثلاثة مما كان متوقع لذا نكون أن الاقتصاد مستقر ومرين في روسيا وهذا ساعد في تعاونها مع شركائها في آسيا وتقديم النفط والبترول لها واستفادته من النفط الموجود الروسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر